كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدعوة للحوار الوطني والخبراء لوضع خوطة لتحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدية وشدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة ملتزمة بتوفير الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن وعشان كده يمكن احنا طرحنا عشان نأكد أن وجهة نظر الدولة وتوجه الدولة هو استمرار الدعم أن احنا نبدأ نطرح للحوار الوطني والحوار المجتمعي فكرة التحول لدعم نقدي لأن كل الخبراء اللي سألتهم وبعد معاهم وبعد أستمع إليهم أنا بتكلم على خبراء اقتصاديين كله بيؤكد أن لا سبيل علشان نضمن استدامة هذه المنظومة ووصولها فعلا لمستحقيها أن يكون هذا الموضوع يتحول بدلا ما هو دعم عيني إلى دعم نقدي تستفيد منه الأسر المصرية المستحقة لهذا الدعم وعشان كده تاني أنا بأكد من خلال هذا المؤتمر أن احنا فعلا يعني بنوجه الدعوة للحوار الوطني وكل الخبراء أن يبدأوا فعلا في مناقشات جدة جدا بتضع خطة واضحة جدا للدولة وللحكومة كيفية التحول إذا ثبت جدوة هذا الموضوع كيفية التحول للمنظومة الدعم النقدي بدل العين علشان هو ده السبيل الوحيد فعلا أن يبقى فيه مبلغ مناسب جدا للأسرة المستحقة تقدر كل رب أسرة يشوف ما هو أولوياته ويستفيد من هذا الدعم بهذه الطريقة وتاني بأكد الرقم ده مش هيبقى ثابت بالعكس هيبقى هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم بزيادة بعض الأسعار العالمية تمكن الدولة أنها كل شوية تقدر تزود الرقم الإجمالي لهذا الدعم وبالتالي يفضل المواطن مستفيد بالدعم ده ما يتحولش مع مرور الوقت أن يبقى رقم قليل فعشان كده مرة أخرى بأكد إن شاء الله إحنا بنستهدف أن نصل إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام إذا تم إقراره من كل هذه الأليات للحوار المجتمعي والحوار الوطني والخبراء نضع معا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلا التطبيق الفاعل اللي إن شاء الله اعتبارا من موازنة 25-26